الفيديو ده هنشرح الاني ريجريشن طبعا الماشين لرنينج الاجوريزمز بتقسم لحاجات كتير من ضمنها السبرفايز والانسبرفايزد انت بكون عند الاجوريزمز كتير بتحل او الهدف بتاعها انها تبقى سبرفايزد لرنينج يعني بتدخل لها سامبلز وكل سامبل تقول لي هي في الاصل ايه وتدربني عليها وبعدين انا ابدأ دخل لي واحدة غريبة معرفوهاش اقول لك بناء على انا تعلمته السامبل دي ايه تمام سبرفايزد لرنينج معناها ان انا عندي امبوت وعندي لابل او امبوت وعندي الكلاس الحاجة دي انا بقول لك هي كلاس ايه وبعود اتدرب وبعدين بيجي لتست داتا اونون بناء على اللي تعلمته قدر اكرر السبرفايزد لرنينج دي فيه منها من ضمنها اللي بيعمل ولي بيعمل ريجريشن اللي بيعمل كلاسيفكيشن منه وجيستيك ريجريشن واس في ام ونيورال نوترك وكزا الحاجات دي كلها وريجريشن فيه عندنا وبرضو عندنا وراندم فورست فيه الالجوريزميستانية بتعمل الانسبرفايزد لرنينج الانسبرفايزد لرنينج دي معناها ان انا عندي سامبنز او دايتا او اماجز بس ولا واحدة فيهم انا مدية يعني مدية اي معلومة لكم متر تقول له انهما دول في الاصل ايه يعني ما فيش لرنينج ما فيش تعلم هو بيمشي بمسيماتيك الالجوريزمي كده في الاخر بيقول لك على فكرة انا هابدأ اقسم لك الحاجات اللي دخلت دي into classes او into clusters ودي في الاخر group one ودي group two group three من غير اي معلومات من انت كوني ديتهله قبل كده ما وديتلوش صور مثلا بتاع cats وديتلو كده قلت له ايه على فكرة الصورة دي cat ودي cat ودي cat وبعدين دخلت له صورة cat مايعرفهاش وتقول له ايه دي يقول لك cat يبقى هو عارف cat بنسبة كبيرة لان انت اصلا اقيل له ان هي cat مش مديله صورة cat ومش اقيل له ان هي ومديتلوش معلومة على جنب كده اخد بالك دي cat لا هنا في الclustering او في ال unsupervised انا بتديله صورة ما بقولوش هي فيها ايه ما بقولوش هي الclass اللي فيها ايه ولا هي ولا ايه اللي جوه انا بقول له انت عندك صورة لو سمحت اقول لي هي class ايه او قسمها ل into groups clusters يعني فهيبدأ يقسم كل samples اللي جاي يقول لك والله samples من 1 ل 10 دي كلها مثلا cat وال samples اللي مش عارفة من 10 ل 20 دي مش عارفة دج هو الواحد وهي cluster بيزدع الحاجات تانية في حين ان انت في الاصل ما بتطلوش اسم الايه اسم class او اسم cluster طبعا الحاجات دي لها تفاصيل وليها steps واحدة واحدة يعني لو هنمسك كل واحد لوحده بس خلانا دي بقى تتكلم عنها الان مبدئيا انا دلوقتي الفرق الواضح جدا ما بين ال regression و classification طبعا واضح هنا من الفجر اللي فات دا ان ال linear regression و classification يعتبر هما الاثنين supervised يعني انا معايا label معايا close فايه الفرق بينهم الفرق بينهم ان انا لو عندي classification فانا عندي sample ما نفرض مثلا x وبقول له هنا ان ده ال label او ال y فبقول له مثلا ان لو الطول بتاحها اا لو عندها مثلا رجلين اا خلانا اقول مثلا لو الطول بتاحها اا 10 سنتي اي رقم يبقى دي مثلا كات اي كلام يعني ولو مثلا الطول بتاحها كان 20 سنتي يبقى معناها ان كده دج معلومات يعني فاللي بيحصل ان شكل ال label اللي موجود ده هو طبعا بيبان عليه text بس هو في الاخر class اسمه 0 وclass اسمه 1 عندي classes وclasses اللي عندي ايه discrete محددة ماينفعش اجيب له sample هنا بقول له مثلا لو كان طول الحاجة دي مثلا 50 سنتي يبقى هو مثلا 10 ايه 10 دي بقى لازم كل samples او حتى اقول له 100 مفيش حاجة اسمها كده انا دلوقتي في ال label بطل بحط labels discrete discrete يعني محددة وواضحة cat dog نقول مثلا cat وdog وكاو مثلا بيبقى انا عرفت ان انا zero one two zero one two اوكي انما ال class ده ما بيبقاش رقم بيبقى عبارة عن حاجة تبقى بيربريزنت في الاخر انها تبقى binary او انها discrete ال regression بيبقى عندي input و label عادي خالص برضو ولكن شكل label بيكون مختلف بيكون عبارة عن رقم رقم يعني ايه يعني مثلا اديك سعر الشقة او مساحت الشقة اقولك ان هي 100 متر 100 متر مربع تروح ايه ايه بقى اديها مثلا ب10 تلاف مثلا تب ده هي 200 متر ثم تقول لي لا خلاص كده بقى 25 الف ايه اللي بيحصل ده انا اقولك ان هي ب 500 متر تروح انت ايه اللي مثلا ده هي كده ارقام يعني ده 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 مستحيل هنا عندي هنا في الارقام دي لو هايزا ارقام فاقول 0 1 2 3 ارقام محددة لها بداية ولها نهاية مش open يعني مفيش حاجة اسمها تدخل مرة 10 ومرة 25 ومرة 100 وممكن تدخل 1000 او تدخل مليون جنيه لا فهنا اللي يعتبر هنا في ال فده الفرق الواضح جدا ما بين و الهدف من الهدف انت في الاخر لو دخلتلك سامبل غريبة وقلتلك ان الحاجة دي الـ طول بتاعها كان ب15 سنتي انا بدي تبعا ارقام مثال غريب وبعدين روح تروح اقل اذا دي جات فده بتاعتك ان دي حاجة جديدة نسميها new احسن new وانت مستنية منك انك تقول لي مرة انه كات او دوج او طفر لكن هنا لو انا اديتك سامبل جديدة مع حد الشافة خالص وقلتلك ان المساحة كانت 400000 وان السامبل دي جديدة كان متوقعة منك انك تقول لي السعر كام السيستم في اخر سيقول لي مثلا ايه مليون خلينا اقول مثلا 300000 تمام فده اللي انا عايزا انا تقول لي سعر لكن انا عايزك تقول لي close فالليبل في الترينينج لكن في الترينينج هنا بس ده الفرق اتمنى تمام الدين تبقى واضحة بفضل ان انا ادي مثال قبل ما ابدأ اخش في التماثيل بتاعته حتى في الدنيا فيها تمشي ازاي طيب فرد مثلا انا معايا حاجة زي كده معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية معايا تمام بيوت كل بيت لهم ساحة من متر مربع والنفرد ده مثلا 100 متر مربع 95 انت 100 متر مربع فانت 300 ألف دولار ولو انت 95 متر مربع يبقى انت 285 ألف دولار وهكذا طبعا اللحظ في الارقام هنا خليني مسلا اقولي هنا ان المساحة هنا سبعين وده سبعين والسعر مختلف علشان بس اديك معلومة على جنب اقولك ان المساحة الوحدها مش كفاية يعني لو انا اديتلك اديتلك مشكلة وقلتلك مثلا حلعالي بالريجريشن وديتلك برامتر واحد اللي هو المساحة فطبعا هيبقى مش هيتعلم كويس او مش هيفهم البيانات كويس لان في حاجات تانية بتفرق في سعر الحال يعني سبعين متر ده هو موجود مثلا ازاول مثلا في الارياف او سبعين متر هو موجود في الزمالك فهتلاقي ان ده له سعر وده له سعر هما الاثنين نفس المساحة بس ده سعر وده سعر فيه هنا ناس بتيجي هنا اكتر فيه ناس هنا بتبقى اقل مستوى المعيشة ففي الاخر بتلاقي سعر الحاجة حتى نفس المساحة بس السعر هنا بيكون اقل والسعر اكتر مثلا فعلى جنب بس لازم نعرف ان لو انا عرفت معلومة واحدة عن البيت مش هيخلينا تعلم كويس بس يعني هنحاول على قد ما نقدر ان احنا ايه لكن فيه بعد كده ممكن تاخد امثلة على كتير تاخد معلومات كتيرة جدا عن البيت تعرف مثلا مساحة البيت تعرف الموقع بتاعه تعرف عدد الغرف تعرف عدد الحمامات تعرف اللي هو مثلا بيطل على النيل بيطل على مش عارف ايه المساحة اللي قدامه قد ايه يعني فيه معلومات كتير جدا على اساسها اننا لو دتهالي كلها قادر اقولك في الاخر السعر عمل ازاي طيب فلو انا عندي ده مثال مساحة البيت وعند السعر فالمفروض ان ده معلومات انا مديها للبرنامج بتاعي بقول له على فكرة اخد بالك ان لما جالك سعر 100 الف يبقى سوري المنزل 100 الف فانت عندك سعر 200 الف لو جالك 80 فانت ممكن يجي لك السعر ده معناه 240 او 235 طيب ماشي متوقع مني ايه ان انا كسيستم متوقع مني ان لو سمحت قد بالك ان انا عايز اجيب العلاقة بين المتغيرين دول وعشان اجيب علاقة بين المتغيرين بقى انا عندي Y بيساوي A X plus B لان انا عندي متغير اللي اسمه X ومتغير اسمه Y فالعلاقة بينهم we are assuming ان هي linear فيه between two variables ما بتكون ش linear بس احنا بتعامل مع العلاقات linear دلوقتي العلاقة linear دي معناها ان انا دلوقتي لو جيت رسمت رسمة كده وقلت لك ان ده X وده Y تمام وقلت لك ان مثلا المساحة لما بتكون 100 طبعا 100 دي اكبرك خلينا المساحة لما تكون 60 السعر مثلا 180 فانا احط نقطة هنا طب مش عارفة لما بتكون ب70 السعر هيكون ب205 فتلاقينا مثلا عملتي كده خلينا دبنيا جربت كل ارقام اللي موجودة في الX 70 تاني او خلينا عند السبعين او يبقى رقم تاني هو اللي هو 200 تمام جت بعد كده عند ال80 وروحت ايه مجربة الارقام فطلع عندي ارقام زي كده انا بدي ايه ارقام على سبيل المثال فايه المشكلة او التسك بتاعته ان هو بيعايز يعمل حاجة زي كده يطلع اللي بي بيستفت الداتا او اللي اللي بيعبر عن الداتا بحس ان انا لو اديت له اكسي غريبة اهي قلت له بعد كده وانا عندي المساحة بتاعته 300 الف مثلا اه سوري اه 300 متر مربع هاتلي السعر بتاعته روح ايه اللي كده ان ده السعر بتاعته هاتلي مثلا لقيته ان هو 500 الف يبقى ايه اللي حصل لو انا عرفت البرامتر بتاع السطر بتاع الخط ده يبقى انا خلاص كده اعرف حل مشكلة رجريش طب ايه اي لاين بيتكوي من ايه بيتكوي من اتنين برامتر ال ا وال ب ال ا اللي هو السلوب وال ب اللي هو هو بعيد عن محور الصادات بقى ايه تمام يعني انا مثلا ممكن تلاقي عندي خط عامل كده وده بدء كده يبقى ال ب دي عندي بصفر لان انا اصلا ما فيش ايه اللاين ده مش بعيد عن محور الصادات بحاجة لكن لو كان كده ودلوقتي الخط اللي هو بعيد عن محور الصادات بمسلا النقطة دي اسمها ثلاثة تمام يبقى هو ال ب عندي بتساوي ثلاثة ب اللي هي اسمها انترسيبت او ال ب بعد الخط عن محور الصادات تمام فانا عشان اقدر اجيب خط بيبستفت الداتا او بيعبر عن داتا بشكل كويس محتاجة اعرف ال ب ومحتاجة اعرف ال ايه ده الدنيا ده الدنيا بتعمل ازاي هو هيبدأ يحلها ازاي دي حاجة تانية اوكي بس انا مابدايا لازم يكون عند داتا زي كده وانا التسك بتحت ان انا اجيب الخط ده بان انا اعرف بطو برامتر اشدول عشان لو جالي بعد كده اكس جديدة اقدر اقول لك ايه انا على فكرة عرفت ايه والبي ابدأ حطها في المعادلة دي وحل يبقى انا عرفت ان الايه مثلا بتلاتة يبقى تلاتة في الاكس الجديدة اللي هي مثلا الاكس الجديدة بعشر مثلا اي رقم فهتقول لتلاتة في عشرة اه زائد مثلا مية لو فرضنا البي بمية يبقى تلاتة عشرة زائد مية هيديك مية مية زائد تلاتين هيديك مية وتلاتين يبقى السعر مية وتلاتين يبقى ايه مثلا يعني اه يبقى انا لو عرفت الايه اللي هي مثلا في الاخر بعد ما خلط الالجوريزم 33 والبي اللي بعد مخلطة الالجوريزم 300 هضربها في الـ X الجديد اللي عندي هيطلع لي السعر الجديد اللي هو 130 فأنا عرفت انه 130 ألف فأنا الالجوريزم ده ساعدني ان انا عرف قيمة متغير جديد نتيجة ان انا عرفت معادلة الخط المستقيم اللي بيعبر على الديتا طيب بيبدأ بقى ازاي يعني الـ اول حاجة بقول لك بص وانا يعني ايه طريقة تفكيري ان انا هفترض الـ A والـ B بقيم معينة هفترضهم بقيم معينة وهقول مثلا ان الـ Y مبدئيا بتساوي 3X زاد 1 3X زاد 1 ده معناها ان الـ B بواحد وهنا الـ A بـ 3 صحة كده انا هفترض كده وبعد اما هفترض كده هشوف هحسب الـ Y بتاعتي دي طبعا انا هاخد بالك ان انا الـ 100 طلعت 300 والـ 95 طلعوا 285 نتيجة ان فيه A و B معينين المفروض ان انا لسه مش عارفهم بس هم دول الـ A والـ B اللي طلعوا العلاقة يعني فانا خلينها هفترض ان الـ A و الـ B أصلا في الأول كانوا بتلاتة تمام وهعمل ايه بقى في النسك تستاب لو انا عرفت او انا حددت بشكل ما ان الـ A و الـ B نمسى حايا دا الكلام ده ان الـ A و الـ B أصلا قلنا 3 و 1 و 3 تبدأ تعمل ايه تحسب بقى ال y جديدة ان انت دلوقتي معاك x اسمها 300 سوري معاك x اسمها 100 تمام ال x ال x هنا ب 100 تمام وانا عارف ان ال x ب 100 وانا عارف ان ال a ب 3 وعارف ان ال b ب 1 قادر اجيب بقى ال y يبقى ال y هتساوي ايه هيساوي 3 في 100 زائد 1 هيديني مين هيديني 200 و 1 وهنفذ نفس الفكرة دي برضو على ال x التانية اللي هو مسلا لو ال x كانت ب 95 و ال a ب 3 و ال b ب 1 هيبقى انا عندي ال y جدا هتبقى عبارة عن ايه هتبقى عبارة عن 95 95 90 في 3 زائد 1 هيديك 286 واتجرب ده على كل الاكسات هتطلع لك العمود ده المفروض ان ده كده الحاجات اللي انا ايه قاعد عمالة خامن يعني اتهيقل ان الاول بيه كده بعد كده بقى ابدأ احسب الفرق ما بين ده وده 300 من ال 301 هل انا كده السعر اللي طلعته قريب من السعر الاصلي فانا مش عارف اعرف اللي ما اطرح اطرح القديم اللي هو ال actual او الاصلي نقص ال predicted اللي انا تنبقت بيه فقلت 300 نقص ايه نقص 300 يداري واحد واجي هنا برضه اقول 300 واحد قصد نقص 300 بعد كده اقول 256 نقص 255 ها يديني واحد واطرح ما بين كل ده ده هيتطلع لي ايه حاجة اسمها error error يعني نغلت قد ايه يعني نسبة الخطأ بتاعتي قد ايه ممام وبعد كده ابدأ اشوف برضه اصلح الغلط ده ازاي خلاص احنا فهمنا الاول يعني ايه regression وقتسك بتاعتي وبعدين عارفنا اول خطف regression هو ان انا هافترد قيم للاول بي او هو ساعات في بعض الكتب بيسميها سيتا زير وزيتا وان بس هيفترد يعني قيم مبدئية للاول بي ويبدأ يحسب الايه الواي البردكتد دي بنسميها الواي بردكتد الحاجات اللي انا بتنبق بيها نتيجة الفرد بتاعي ودي الواي true او الاكتشوال سعب بنسميها الاكتشوال او الحقيقي يعني خلاص هي في الاصلي كانت 300 انا تنبقت الناية 300 واحد بعدين اطرح بقى ده من ده يديني واحد بعدين اطرح ده من ده يديني واحد خليني بس اطرح ده من ده اداني 6 اوكي بعدين بقى اجمع الارو يبقى الارو كله كام مش عارفة مسلا اتعطاكو ال28 مش فاكرة اه خلاص نجمع كده اه اربعة زائد ستة زائد 11 زائد ستة زائد واحد طيب فالخطوة التانية هو ان انا عرفت اولا عرفت الاتش او في اكس بعدين اعملت اتش او في اكس مينس واي يعني طرح البردكت اديني رقم ده بنسمي الارو او او الطرح بعدين خطوة الجاية ايه بعدين خطوة الجاية هيبدأ يحسب الاول بي الجوداد طيب خلينا نسيبنا بقى الاول بي جوداد دلوقتي بنرجح في الاول لشرح لشرح وبعدين نبدأ نشوف بيجيب الاول بي جوداد ازاي كمام طيب اه فاحنا عرفنا مبدئيا نوقع كتيرة في classification وفي regression عرفنا مفرق بال regression وclassification ودلوقتي بنتكلم عن linear regression linear regression يعتبر statistical analysis to determine the quantitative relationship between two or more variables to draw regression analysis and mathematical statistics يعني يعتبر هو طريقة باستخدمها علشان يجيب العلاقة ما بين رقمين او اكسر من خلال استخدام الماثماتيك او الستيستيك طبعا خد بالك من two or more انا قلت انا ممكن يجيلي ممكن يجيلي سعر البيت ممكن يجيلي قصد مساحة البيت ومن المساحة جيب السعر وممكن في مشاكل تانية يبقى انا عندي ال ال X1 اللي هي بتعبر عن مثلا المساحة وفي X2 اللي هو بيعبر عن مثلا العاد الاوض ولي مش عارفة X3 اللي بيعبر عن مثلا اي معلومة تانية موقعها مثلا وكذا لغاية لما اوصل لل Y يبقى انا في الريجريشن هنا بجيب العلاقة ما بين two variables X و Y لكن هنا بجيب العلاقة ما بين ايه two or more variables يعني اكتر من variables طبعا العلاقة بتاعته ما تبقى يعني دسمة شوية ولكن ان في في ان انا اقول ان في علاقة بمتغير ومتغيرات تانية او متغير ومتغير واحد هي بيجيب relationship between two or more variables طيب فدي العلاقة بتكون بالمنظر ده انت بترسم مثلا عندك لو انت عندك yunery linear regression يعني عندك هو only one parameter اللي هو X فبترسم X هنا على الاحداث ده تمام وده بيكون Y وبتشوف بقى كل مرة عندي السعر لما كان مثلا المساحة قصدي لما كانت بعشرة متر مربع كان السعر كذا تمام كان السعر مثلا بالنقطة دي حاجات تانية برضو كان السعر بتاعها كذا وأكذا ابدأ ارسم كل النقطة اللي موجودة عندي في السيجنال وفي الاخر انا عايز ارسم الخط ده عايز اجيب الخط اللي بيعبر عن data كلها بشكل على قد مقدر تمام طبعا data يعني مش هارف اجيب line واحد فابدأ ان انا احاول اجيب يعني خط قريب من يعني اقرب ما يكون انه بمثل data طبعا اللي اجريش اعتبر supervised learning بنجيب هزاي بقى طبعا انا بحسب ال H اللي هي predicted Y من خلال ان انا ببدأ ال parameters ال A وال B في العادي انا بيكون عندي كده ال Y بيساوي A X plus B تمام طبعا انا معلش خلينا نعمل كده انا عايز اجيب ال Y معايا خلاص اصلا انا عايز اجيب H اللي هي Y الجديدة Y الجديدة بتساوي A X plus B يعني انا لازم اجيب A ولازم اجيب B في بعض الكتب ما بيقولش على A دي انا بيقول عليها سيتا زيرو تمام سيتا زيرو X زائد سيتا وان في كده سيتا وان طيب في بعض عايز عايز اعرف A واحدة عايز اعرف حاجة كتير انا مثلا ما عندي كده اه لو عندي X كتير اه عندي A X one زائد A X Zائد مثلا X X 3 وهبدأ اكمل 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 لغت لما اوصل زائد B بتاعتي وطبعا لو عايز ما ابدال السيتا فعند سيتا اه مثلا zero في X واحد زائد ممكن نقول سيتا واحد وخلاص بس مش مشكلة وبدأ من zero فنكمل عادي وبعد كده سيتا مثلا واحد X 2 زائد وهكذا اللي حاصل ان انا دلوقت عايز اعبر عن الكيس دي يعني هنا ده عارفت عملها قلت A X plus B أو C X plus B عايز عبر عن ان الحلقة لما بيكون عندي اكتر من X او اكتر من feature يعني او اكتر من حاجة بستخدم عندي في الجدول مساحة بساحة البيت وعاد القوض وهكذا عندي X كتيرة فقاله ايه بقى هتبص انت عملي كده W X زائد B يعني W X يعني X دي capital تمام وال W دي capital دول بيعبرو عن ايه بيعبرو كده عن انت عندك matrix فكل A 1 وال A 2 2 2 3 دي بشكل ما بتضرب فيه كل features اللي هي مثلا X 1 X 2 X 3 وكذا بتضرب مع بعض يبقى انا كده عايز احل بشكل ما عايز احل A 1 وال A 2 و 3 وكذا فالشكل ده يعتبر شكل general شوية لانه بيفترض انت ممكن يبقى عندك اكتر من feature فبدل ما تقول A 1 X 1 A 2 X 2 X 3 X 3 فانا اقول لك W X B W دي اصلا في الاصل عندي Y true بالمنظر ده Y W X W X زائد B و H X بيساوي W X زائد B طيب انا عايز اعمل ايه عايز احسب error function او الفرق ما بينهم انا دلوقتي عندي السعر 300 بتاع البيت وانا given ان انا بدأت بالإنش للا و البي او للW هيديني 301 بحسب error ازاي كل واحد يعني فيه طرق كتيرة بس اكتر حاجة مشهورة فيها اللي هي square error انت تجيب ناقص true بتراحوا من بعد وتعمل square طبعا ال square دي بيبقى لها سبب وان انا افرد ان انا كان عندي error جيت احسب error هنا بعد ما حسابت ال X Y و مش عارف ايه مثلا error هنا مثلا بواحد تمام والسل اللي بعدها كان بسل بواحد فلما اجمع error هقول لك ده مفيش صح كده فقولنا لا نعمل ال square احسن بحيس ان انا لما اجمع يبقى معاي الواحد هنا واحد موجود وهنا الواحد موجود طيب فدي طريقة حسابة loss function او اللي هي error function بتطرح نقص في حاجة تانية من linear regression اسمها polynomial regression polynomial regression دي ان انت features اللي عندك او العلاقة اللي مكتوب ما بين ال x ما بين ال x وال y علاقة يعني الى حد ما مش linear يعني انت عندك مثلا x w1 x زي w2 x تربيع زي مش عارف ايه فعندك x كتيرة او عندك العلاقة ما بين ال baromters فيها square فبنسميها ده كثيرة الحدود x و x square طيب طبعا اللي موجود ما بيكونش line لان انت عندك x و x square فاكيد ما تطلع ده التربعية على قل يعني بلو فرضنا ان احنا كنا x و x square طبعا لو وصلنا لغة x n انت وصل لك حاجة زي كده يعني ده مووجة كده يعني لها baromters كتيرة بنسميها degree 3 انت ممكن يكون العلاقة بين و x علاقة مش linear او انه يكون x square و x 3 يعني وكذا في بس حد بيقول ان نخد بالك ان linear regression نقدر نسمي linear regression ليه لانه هو بيجيب قيم ال w مالوش دعوه قيم ال x ال x بتكون جاء لك في الجدول x وبتعمل لها square لكن انا اهم حاجة عايزة جيب كيمة ال w فال w هتجيبها رقم مفوش حاجة فالظاهرية ان بلونوميا يعتبر ده لكثرة حدود ويعتبر شكلها مش linear ولكن هي في الاخر يعتبر linear يعني 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 هي اعتبر non linear في لان في عندك square لكن برامتر يعتبر linear خلاص فال بلونوميا regression يعتبر linear regression عادي لان هو بيستخدم عشان يجيب ال w هات وال w هات العلاقة اللي موجودة فيها يعني اعتبر ايه مش w square لا w w w w w و و كذا طيب فاحنا محتاجين ان انا دلوقتي عايزة بشكل ما انا عرفت تمام ال predicted value اجيبها ازاي وعرفت ان انا بدأ initial values وعرفت true وقلت اترحل عايزة بقى اعرف a جديدة وال b جديدة اجيبها ازاي او c zero و c one جديدة اجيبهم ازاي فبنعمل حاجة اسمها ان احنا بنعمل minimization loss function بنعمل loss function انا بقوله ايه بقوله شوف انت معك function او عندك معادلة زي ما انت شايف كده هاتلي ال كمت ال w اللي بتخلي ال function دي اقل ما يمكن كمام الكيمة الصغرى يعني وكيمة العزم بنعملها ازاي بنعمل بنعمل بنبدأ مش عارفة بالعربي نفاضل الدلة دي بالنسبة لل w ونفاضلها برضو بالنسبة لل b بالنسبة احنا دلوقتي بنصدر البرانتر ال w و يبقى نفاضل loss function بالنسبة لل w ونفاضلها بالنسبة لل b هيديك دي في الاخر المعادلة دي هي معادلة l لقيمة لل w و l لقيمة لل b عايز تخليها 0 و 6 1 ماشي يبقى تجيب هتعمل differentiation لل function دي بالنسبة لc0 و differentiation بالنسبة لc1 طيب فده طبعا مثال ده مثال اللي هو house area هيوضح فكرة differentiation او c0 و c1 هتبان بعد شوية بس خلينا نتكلم على يعني نشرح اللي سلايد دي انهو عندي house area مساحة بيت معين وبعكذا السعر لو المساحة مثلا ب1180 يبقى السعر عبارة عن 121 900 جنيه او 900 يعني لو هو بيكلم على الدولار يعني طيب طبعا في العادي انا بيكون عندي سامل زكترا وهنا بيقول انهو عندي 21 1613 housing units يعني عندي وحدة وحدة بيت او منزل يعني عايزين نبيحها بس عندي 21000 وبالتالي عايزة استخدم الليل نجريشن عشان يجيب لي predict السعر بتاع المنازل الجديدة او اي منزل انا هجيبهوله البانا الجديد في المنطق طيب الدنيا بتمشي ازاي في ال رجريشن انت بيكون عندك اه feature اللي هو ال house area بتبدأ تحسب او بتحسب وبعد كده بتبقى بشكل ما تعرف تجيب الليل وال price تمام ال h of x يعني بتقعد تجيبها مرة واثنين وثلاثة بتقعد يعني لو بدأت بتعمل حاجة بحيس تجيب sita one وتو الجودات وبعدين بتقف على كده لا بتقعد تعمل اتريشن تانية وكذا بنقف امتى نتيجة معين يعني اما تقول انا عايزة اعمل نتيجة اتريشن معينة او ان انت تقول لي لما توصل لنسبة قريرة معينة وقف فيعني بتعتمد على الجرزم يعني طيب طبعا دي شكل ال data ان انا عندي samples كتير اوي house area كتير جدا واسعار كتيرة فعملت كتير فانا عايزة line عايزة line بيعبر عن data فطبعا هتلاقي عندك احتمال lines كتيرة او انت لو رسامت لوحدك هيتظهر لك حاجة كتيرة بعدين احنا بنحاول ان احنا نختار احسن واحد بيكون داخل في data او طيب فاللي بيحصل ان انت زي ما قلت بعد تبدأ تحسب ال function او ال jw وبعد بتعمل ايه بتبقى عايز تجيب arg من ال jw يعني بتبقى عايز تجيب ال cta 0 وال cta 1 اللي هما بيخلوا j loss اقل حاجة تمام اا فبنعملها ازاي بنعملها بال differentiation تمام طيب خليني اا دي دي شكل دي شكل ال cta 0 اللي هي بالنسبة لنا اا يعتبر مثلا كنت بقول ax plus b او بقول اا مثلا cta 1 x زائد cta 0 يبقى اا cta 0 او اسمها مثلا w x زائد b فال cta 0 هي ال b سأو انت بتكلم الطرق دي او ال b بتكلم الطرق دي لبال cta 1 هي ال a لو انت هنا او ال w لو انت هنا تمام فهي بس بقولك انت عايز تجيبكم cta الجديدة فتجمل المعدلة دي انا بس نعمل كده تجمل المعدلة دي ما لها بقى المعدلة دي مشانا قلت ان انا عندي lost function انا دلوقتي قلت عندي في اللي فات دي عندي lost function اهي lost function دي انا عايزة اعمل لها من عايزة جيبي cta 1 cta 2 اللي هي بتخلي r قل ما يمكن يبقى اعمل اي هعمل differentiation مرة بالنسبة لل cta 0 مرة بالنسبة ل لما بعمل differentiation دي بيديني حاجة زي كده بيديني واحد على m summation cta لل h x i minus y r وهتلاحظ طبعا انه عمل حاجة هنا تاني بس انا عايز دلوقتي ده يعتبر cta اللي عندي اللي تديني l r ضربتها ليه في alpha وطرحتها ليه انا بيكون عندي قيمة في هي اللي اقل قيمة هي دين ال step ان انا هبدأ اغيرها بس alpha دي اعتبر هي الرسمة دي اتوضح ورده ان انت بيكون عند قيمة لل cta وقيمة لل cta one انهي واحدة فيهم لو انا مثلا كنت هنا خلاص عملت initial values بعكا عملت في المعدد ليه قيمة زي كده اعرف من ان القيمة دي صحة ولا غلط ولا مثلا افرد انك القيمة التانية كانت هنا طيب القيمة دي صغيرة اعرف ازاي ان انا قربت او مربت اش انا ممكن اعمل هنا ويوديني هنا والتانية تروح مودياني مثلا اليم دي ان انا ماشي بسرعة كبيرة فبنستطدم حاجة اسمها learning rate وهو ان بيخلي ان ان انت طلع اكيد ونفترض تابع ان القيمة اللي في النص دي هي القيمة اللي بتعبر عن افضل القيمة اللي بتمنميز الفنكشن طيب ايه ده ايه ده اه لو عايز اجيب الستة زيرو الجديدة عبارة عن ستة زيرو الادية ما ناقص الفا واحد على ام الكلام ده والستة وان الجديدة بتستطيع ستة وان ناقص الفا في سعر البيت اوكي اه صوري بسحة البيت وسعر البيت وعايزة احل مشكة دي يعني عايزة ان انت تشوف العلاقة بين الاكس والواي وتقول لي عبارة عن ايه مثلا اي اكس بلس بي اللي يتب مثلا اتنين اكس زائد عشرة او وطيفر ويقول لي ان هي ده العلاقة وبعدين بقى ايه لو باستخدام واحد جايلي اه جديدة واي جديدة تقدر تقول لي هو السعر كان بالزبط فهعمل ايه انا محتارة وفي حاجة كتير قوي انت قلتيها اول حاجة عاملها ان انا بفترض قيم معينة بدائية للسيتا سيتا زيرو بواحد وسيتا زيرو سيتا وان بتلاتة بتبقى المعادلة عبارة عن ايه اه اتشوف اكس بساوي تلاتة اكس زاد واحد مهم اه فلو اتشوف اكس بساوي واحد زاد تلاتة اكس هعوض بقى هعوض هنا عشان اجيب الاتشوف اكس وجيب الاتشوف اكس جيفي لان وحد زادت 3 او ان تلاتة اكس زادت واحد ان السيتا 1 بثلاتة والسيتا 0 بزير ب mask عوض هعديني كده التاني خطوة بحسب الايرر اللي هو مثلا واحد 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 مش عارف ايه حسب تاني الايرر طيب اعمل ايه تاني بعد كده المفروض ان انا ابدأ بقى احسب السيتا الجديدة السيتا الجديدة سيتا او اكس اي مينس وي اي. يعني ايه? يعني شوف ده بكام وده بك اجمع هوملي. فهيطلع لي مثلا تمانية وعشرين. اضراب للتمانية وعشرين في واحد على ام. اللي هو عددهم بواحد على التمانية. واعكدة اضرب هالي في الليرنج جيته وبعدين اه قول ال 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 سيتا زيرو الاولينية نقص الرقم اللي هيتلع. فهيطلع لي حاجة زي كده. انا عندي ال ال اكس او زيرو اه ال اكس سيتا اكس اي مينس ال واي اي هتطلع للـ 28 لو انا جيت جامعة الـ 1-1-1-1 زائد 6 زائد 11 زائد 6 زائد 1 دي 28 فانا كل ده كده الصميشن ده كده هشيله وحط بداله 28 28 هضربها في ايه في الـ learning rate في 1 على 100 learning rate اللي هو 200 ده برامتر عادي يعني خالص ممكن نبدأ نغيره بيتحكم في سرعة الـ algorithm انه يبدأ يمشي خطوات سريعة اصاد الـ الى القيمة النهائية او خطوات بطيقة حسب انت مهتم بايه فده اسم learning rate هضربه في 1 على الـ m اللي هي 1 على الـ 8 وبعد كده يبقى 1 ناقص 1 ناقص لان دي سيتا إيه 0 1 ناقص كل الكلام ده هيديك 9 و 9 و 9 99 من 100 دي السيتا 0 الجديد طيب عظيم جدا انا عايزة بقى اشوف السيتا 1 السيتا 1 بتساوي سيتا 1-1000 في الكلام ده الكلام ده عبارة عن عبارة عن H-I-X يضربها في الـ X خلاص فرض انه هو جاب معادلة loss function نعملها اشتكاك بالنسبة للسيتا 1 وطلع له حاجة زي كده فانا عندي X H-X-Y عايزة ضربها في الـ X فالواحد هضربها في المية هتبقى بواحد اللي 4 أقولين دول عادين الواحد ضربها في الـ 95 هتبقى 95 الواحد ضربها في الـ 90 هتبقى 90 الواحد في الـ 80 هتبقى 80 الـ 6 صح هضربها في الـ 80 هتبقى 480 وكذا الـ 11 هضربها في الـ 70 هتبقى 770 ده اللي هي H-Y طبعا مجموحهم بروه 28 وابدأ أحسب بقى السيتاك جديدة سيتاك جديدة بتقولك ان دي الرول بس السيتاك السيتاوان يعني عمارة عن السيتا القديمة اللي هي كده 3 ناقص الـ learning rate مقسومة على الثمانية مضروف في ايه في 2095 اللي هو مجموع الحاجات دي كلها يعني الحاجات دي كلها جمعناها على الآلة اللي هي مثلا 100 زائد 9,5 زائد 90 زائد 80 زائد 4,8,0 4,8,0 زائد 7,7,0 زائد 4,2,0 زائد 60 منه طبعا يكون أوه 2095 فالسميشن بتاع الـ H-Y في الـ X بكام بقى 2095 هضربها هطلع لك كمتة السيتا هطلع لك كمتة السيتا الجديدة تمام هتبقى السيتا الجديدة عبارة عن 2 و 48 اوكي كده إلا يحصل بقى بعد ما تعرف سيتا الجديدة هتبدأ تملك جدول تاني هتبدأ تملك جدول ده تاني وتحسب تاني كأن انت بدأت من الأول خلاص والمفروض ان انت كل ما انت شغالها تلاقي نفسك الكثار اما بين ده و ده بيقل ده مثلا يبدأ زي ما هو يبدأ 200 مثلا و ده هيبقى 285 ده يبقى مثلا 272 هيبدأ يقل اه فا دي الفكرة بتاعت الـ وعبارة عن و طبعا بقى في امتى عن سيتا وان سيتا زيرو بكذا و سيتا وان بكذا هبدأ وبعدتين في الـ اللي بعدها كان سيتا زيرو بتسعة وتسعين سيتا وان تب 2 48 من 100 تعمل تاني وتوقف بقى عند براحتك ممكن اقف عند number of iterations و ممكن اقف عند يعني نسبة إيرر معينة انا ممكن اتقبلها او ممكن اقف عند قيمة سيتا معينة اي حاجة اه و بعد كده هتلاقي ان انت لو جالك اكس جديدة يعني انا مسلا دلوقتي عرفت ان اخر اكس عندي واننفرض يعني كانت هي دي خلاص فانا عندي الجدل اهو في اكس وفي واي ادي الاكس وادي الواي اي رقم بقى مسلا كان عندك 100 وعندك 300 تمام انا عرفت ان الى لقم تربط ما بين الاكس ده الواي بتساوي بتساوي المسلا اتنين علامة اربعة تمانية اضربها لي في المية اجمع لي عليها تسعة وتسعين من مية هيديك سير الحاج تمام هنا هنجرب الرقم ده كده اللي هو مسلا مية في اتنين علامة اربعة تمانية زائد علامة مش عارفة تسعة تسعة تلاتة ده اني مية وتلاتة عرفش ايه مية وتلاتة هو المفروض تلتمية ولا كم مفروض كم واحدة بس كده تلتمية يعني شيء عزين جدا ف يعني تلاتة اكس زائد واحد اه انا ما دربتاش اه درب تافل اه درب تافل اكس تلاتة اكس تلاتة اكس ايه اللي انا ندربها غلط اكيد اه اللي هي معلش سواني اتنين علامة اربعة تمانية في اه مالك جامعة في مية زائد علامة مش عارفة كام اه تسعة تسعة ثلاثة هيديك متين وتمانية واربعين فبقت الواي الجديدة لو فرضنا ان انا انا عندي اكسات كتير افرض انا كنت قفت عند واحدة معينة هيبقى الواي بتاعتي عبارة عن الالة عبارة عن متين تمانية واربعين وتسعة من عشر عمتين وتسعة واربعين متين تسعة واربعين خلاص انا قريبة من التلتمية هو طيب فكرة ان انا عامش في اتريشن وان انا الارو يزيد ده مش وارد الفكرة كلها ان احنا بدأنا برقم غريب اللي واحد وثلاثة او كده فاحنا بس بنجرب الريجريشن يعني خلاص ده كان الريجريشن مختصار آآ عالشي كده آآ ان الريجريشن سوبرفايز ليرنينج ان الريجريشن بيستدم عشان يجيب العلاقة من متغيرين او اكثر آآ بطر ان انا احسب البردكتد فاليو آآ بتبقى من العلاقة دي وانا عند التروفاليو بالعلاقة دي ببدأ احسب اللوص فونكشن اللي هي على طرح ده ناقص ده آآ و آآ عشان اجيب الآآ اغير قيم السيتا او اغير قيم البرامتر بطر ان انا اجيب دي بالنسبة للسيتا وان وسيتا تو آآ عشان اجيب آآ اقل قيمة اللي هي المعادلة دي كده فبقى عايز اجيب ارجمن جي دابلو للدابلو يعني آآ هاتلي البرامتر اللي هي دابلو اللي بتخليني اللوس فونكشن اقل ما يمكن تمام فطبعا هي كانت بتجمل المعادلة دي آآ نتيجة يعني آآ فدي في الاخر كمتة السيتا الجديدة وسيتا ايه سيتا تو ده بفرض ان انا عندي قول لي وان اكس يعني طيب آآ بس هنجرب وده كان مسامل الاول الاخر اتمنى طبعا دي هتبقى واضحة آآ وده كده بالنسبة للرجرشا وان شاء الله تقبل في فيديو تان